مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج جعلب الطاقة ونناقش فيها مع اعتدال التقس حتى الآن في أوروبا هل تجاوز سلقارة المرحلة الأصعب من أزمة الطاقة وبعد الغاز والنفط الخام هل يصبح نقص الديزل مصدر الأزمة المقبلة في أسواق الطاقة أوروبا استطعت تأمين إمدادات الغاز التي قد تلبي احتياجات هذا الشتاء لكن التحدي الأكبر سيكون الاستعداد لفصل الشتاء القادم عندما يتعين عليها إعادة ملء الخزانات من جديد الظروف كانت في صالح أوروبا هذا العام فرغم أن روسيا خفضت إمدادات الغاز ب140 مليار متر مكعب إلى 60 مليار متر مكعب تقريبا إلا أن هذه الكميات المتضفقة ساعدت في ملء خزانات الغاز إلى مستويات قد تمكن من تخطي الشتاء تدهور واردات الغاز الروسي دفع بأوروبا إلى الشراء من الأسواق العالمية وهذا منعكس في زيادة واردتها من الغاز المسال ب60% أو ما يعادل 50 مليار متر مكعب خلال 2022 هذه الأحداث تبين خفض تدفق الغاز الروسي واللجوء إلى الأسواق العالمية كلها أدت إلى قفزات في أسعار الغاز لتصبح بمتوسط 130 يورو لكل ميجاوات في أول 11 شهر من هذا العام وهو مستوى أعلى بسبع مرات عن متوسط الخمسة أعوام ما بين 2016 و2020 سيناريو الأكثر قتامة الذي يواجه أوروبا في 2023 هو ما حذرت منه وكالة الطاقة الدولية من أن إمدادة الغاز من روسيا قد تصل إلى السفر تماما ليزيد بذلك من الأعباء على صناع القرار لإيجاد مصادر بديدة هذا كان عن روسيا وهو أمر متوقع لكن ما قد يزيد من الضغوط على أوروبا هو عودة الصين بقوة إلى أسواق الغاز العام المقبل وذلك بعد رفع تدابير كورونا التي تسببت في انخفاض الطلب من العملاق الصيني بنسبة 20% العام الماضي هذا يعني مواجهة أوروبا لمنافسة في أسواق الغاز العالمية وهو ما سيترجم في ارتفاع الأسعار هذه العوامل من روسيا إلى الصين دفعت بوكالة الطاقة الدولية إلى أن تتوقع عجز إمدادات الغاز في أوروبا بنحو 57 مليار متر مكعب وكالة ترى أن 30 مليار متر مكعب يمكن توفرها من التدابير التي اتخذتها أوروبا بالفعل مثل خفض الاستهلاك أما 27 مليار متر مكعب الأخرى فتحتاج إلى التوسع في هذه الإجراءات وكالة الطاقة ترى أن أوروبا إذا اتبعت بعض الإجراءات قد تحدث وفرا في الغاز مثلا تعزيز كفاءة الطاقة كعزل المباني وتعديل درجات الحرارة من شأن أن يوفر 8 مليارات متر مكعب من الغاز فحين التوسع في المصادر المتجددة قد يوفر 7 مليارات ونصف المليار متر مكعب وتغيير أنماط الاستهلاك للمستخدمين قد يحدث وفرا بـ 5 مليارات متر مكعب من الغاز إذن الدول الأوروبية التي تواجه واحدة من أسوأ أزماتها استطعت الاتفاق على وضع سقف لأسعار الغاز بأسواقها وهو الأمر الذي لا يزال موضع جدل في مدى جدواه في التخفيف من حدة الأزمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نناقش أكثر أزمة التقى في أوروبا من بروكسل أو مدير مركز العالمي للدراسات التنموية دكتور صادق الركابي ومن بروكسل الشركة المؤسسة لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي إصيرا أندري كوفاتاريو أرحب بكم ضيفي وسأبدأ معك أندري التقس نوعا ما معتدل وبالتالي هذا قد عطى نوع من الأرياحية لأوروبا في الاستهلاك حتى هذه اللحظة هل ممكن القول أن أوروبا تجاوزت الجزء الأصعب فعلا من أزمة التاقة شكرا جزيلا لاستضافة من وجهة نظر تقنية يمكن قول ذلك فالاحتياطي الذي استطاعت أوروبا أن تملأه في هذا الخريف يكفي لهذا الشتاء وللأشهر المقبلة أعتقد ذلك من وجهة نظر تقنية أما اقتصاديا أو وجهة نظر الاقتصادية دعونا لا ننسى أن أوروبا كان عليها أن تدفع خلال كل الأزمة الطاقة وأيضا لملء طبعا احتياطيها من الغاز 700 مليار يورو بالطبع بطريقة أو بأخرى هم وجدوا طريقة لتعاون مع هذا الشتاء ولكن تلك 700 مليار ستعود ضغطا على الشتاء المقبل والعام المقبل الخطة لملء الاحتياطي ستكون أصعب مما كان عليه الحال هذا العام ولو لم طبعا تمد روسيا أوروبا بالغاز المسال وعبر الأنابيب إذن أعتقد بأن معاناة أوروبا اقتصاديا وتقنيا في 2023 ستكون المصاعب أكثر من 2022 دكتور صادق عاصفة في أمريكا قللت من الإنتاج للغاز بالتوازي مع ذلك الصين أيضا خففت القيود لأي حد برأيك هذان العاملان يؤثران على أوروبا في الوقت الحالي؟ نعم تحية لكم بالفعل هما عاملان أساسيان الولايات والتحدة الأمريكية وصل تصديرها للغاز الطبيعي لأوروبا قرابة 55 مليار متر مكعب وهذا يعني ثلث ما كانت تستورده أوروبا من الاتحاد من روسيا بالإضافة إلى ذلك عودة النشاط في الجانب الصيني يعني أن الصين سوف تقوم بعمليات شراء للغاز بكميات أكبر وهذا يعتبر منافسة للجانب الأوروبي ويعني يكون الطلب أو العرض قليل بالنسبة للأسواق العالمية هذا الأمر يعني يرفع الأسعار بالنسبة لأوروبا وأيضا يقلل من إمكانية حصولها على الكميات إذا كان هناك منافسة صينية أو كان هناك استمرار لأزمة العاصفة في الولايات والتحدة الأمريكية ولا ننسى أن حتى بالنسبة لو لم يكن هناك عاصفة فأن حتى تصدير الغاز من فريبورت الذي تم تأجيله مرتان يعتقد أنه سوف أيضا يتأجل إلى ما بعد منتصف يناير القادم وبالتالي حتى الكميات التي تتصل من الولايات والتحدة الأمريكية ستكون أقل ولكن يعني نعول على أن يكون هناك لدينا في أوروبا فصل شتاء معتدل حتى لا يكون هناك سحب كبير على كميات الغاز سيد أندري الصين أعادت فتح اقتصادها وأكيد ستعود لسوق الغاز تستهلك تستورد هل برأيك هذا سيضايق أوروبا سيضايق في حصة أوروبا التي تأخذها حاليا من الأسواق بعيدا عن روسيا بالتأكيد نعم فأوروبا أيضا استفادت بأن حقيقة أن الصين كانت طالبها قليلا على النفط المسال عفوا أن الغاز المسال طبعا الأسعار سترتفع ربما في بداية الربيع وأتوقع ذلك وربما ستبقى مرتفعة لكل العام لأن الصين بكل تأكيد سينطلق اقتصادها في مارس وأبريل بأقصى سرعة كما يقال وليس هناك خيار آخر أمام أوروبا إلا تنافس سأعتقد أنه في مارس وأبريل سيكون هناك أسعار مرتفعة وأوروبا ستواجه كما قلت لكم لأنهم قد أنفقوا مليارات اليوروهات لضمان الغاز في هذا الشتاء إذن علينا أن نجد أموال أخرى لضمان إمدادات الطاقة الشتاء المقبل أعتقد أن الأمر سيكون صعبا جدا وتنافس على الغاز المسال بين الصين والمناطق الأخرى وخاصة بين أوروبا والصين التنافس سيكون حادا العام المقبل دكتور صادق روسيا ألمحت أنها مستعدة لاستئناف في إمدادات الغاز لأوروبا عبر خط يمال كيف يمكننا تفسير هذه الخطوة؟ هل موسكو أدركت أنها ستخسر السوق الأوروبية وتحاول التراجع برأيك؟ يعني هذا السؤال له إجابة اقتصادية وإجابة سياسية الاقتصادية أنه ما يزال هناك طلب الآن ما يزال هناك طلبيات شراء من الجانب الأوروبي على كميات كبيرة من الغاز الروسي وبالتالي هي محاولة لطمأنة الجانب الأوروبي وأيضا من جانب القانوني أنه الجانب الروسي هو ليس من أخلى بعقود التصدير وإنما الجانب الأوروبي هو من انتناع عن ذلك الأمر السياسي أنها هي بادرة للعودة إلى المفاوضات على أسس طلبتها روسيا من الجانب الأمريكي وبالتالي هي تقدم هذا الأمر كبادرة حسنية أنها مستمرة في الضخ إلى الجانب الأوروبي واحتمال كما ذكرتم أن يكون هناك محاولة روسية لطمأنة الشركات الروسية نفسها من أنها سوف تستمر في إيجاد الزبائن وبالتالي لا حاجة للقلق بالنسبة للتصدير والإرادات المالية التي تجنيها موسكو من صادرات الغاز سيد أوندري هل أوروبا ستقبل عمليا؟ هل ممكن نشوف الخط يرجع فعليا للعمل؟ لا لا أعتقد ذلك على الأقل في المدى القصير لا أعتقد أن أوروبا لديها أي حوار أو قنوات حوار مع روسيا بشأن السلع وهذا سيؤثر على أوروبا بكل تأكيد اقتصاديا ولكن لا أعتقد أن هذا خيار الآن على الطاولة فنحن نرى بأن هناك عقوبات أكثر مرتبطة بالسلع تفرض وفي فبراير سيكون على كل المنتجات النفطية والمكررة وغيرها أعتقد أنه لن تكون هناك عودة في المستقبل القريب وطبعا هذا سيضر أوروبا لأنها ستتنافس في السوق الدولي على الغاز المسال ولذلك أظن بأن هذا ينطبق على الفترة المقبلة ولكن ربما سنرى ضغطا يأتي من أحزاب الشعبوية والمتطرفة التي تدعو للتفاوض مع روسيا وخاصة الأسعار إذا ارتفعت مثلا أسعار الكهرباء والغازولين ربما ستزيد أو تغذي على هذه الرسائل وأعتقد أن الاضطرابات الاجتماعية ربما ستؤدي إلى هذا ولكن لا أظن أن أوروبا ستعود إلى طاولة المفاوضات في المستقبل القريب مع روسيا سيد أندري هل فعليا استفادت أوروبا من ودع السقف على الغاز الروسي هل ستستفيد فعليا؟ لأكون صريحا لا أعتقد بأن هذا فعال فوضع السقف بحوالي 180 أو 160 أظن بأن هذا غير مناسب لأن الاقتصاد الأوروبي بني على 20 يورو وليس 120 يورو مثلا وهذه إشارة تشير إلى أن أوروبا يمكن أن تدفع حتى 179 يورو وأعتقد بأن هذا غير مناسب والمفاوضية الأوروبية قالت بأنها يمكن أن تلغي هذا السقف لو أنها رأت أن هذا يؤثر على أوروبا أما بالنسبة للنفط فتسعير أو وضع سقف أعتقد أن النفط ربما هو مختلف بالنسبة لروسيا الغاز بشأن الجيوسياسي أما النفط فهو بالنسبة للأموال أنا أعتقد بأن روسيا لديها ما يكفي من القوة الاقتصادية حتى تستمر لأشهر ستة أشهر على الأقل من دون أن تشعر بالضرر لا أعرف طبعا مدى تأثير هذه التسقيف على روسيا الدكتور صادق وكالة التقاة الدولية قدمت مجموعة من التوصيات لأوروبا لاسترشاد الاستهلاك برأيك لأي حد هذه التوصيات لوحدها كافية أن تجعل أوروبا ترشد الاستهلاك يعني على المدى القصير هي غير فعالة لأنها أولا أغلب التوصيات تحتاج إلى توفير المصادر التي تقوم عليها الخطة مثلا مصادر الطاقة المتجددة ليست بالكامل موجودة في الاتحاد أوروبي أيضا عملية ترشيد الاستهلاك من قبل المستهلكين هي لم تحدث بشكل كافي حتى نقول بأننا نعوّل عليها أيضا بالنسبة للطاقة النووية أو الطاقة الميثان هي ليست كافية بالشكل الكافي لكنها على المدى الطويل هذه الإجراءات إذا ما تم فعلا توفير الأموال النازمة لها ضمن خطة ريباور يوروب التي تكلف قرابة 300 مليار دولار إذا ما تم توفير هذه الأموال على المدى المتوسط والطويل بالتأكيد سوف تنجح هذه الخطة بتقليل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية لكن في الأشهر القليلة القادمة هذه الخطة تعتبر في إطار المحاولات بنائها وليس الاستفادة من نتائجها ابقى يا معي ضيفي سوف نأخذ هذا الفاصل ونعود لمواصلة بقية الحوار فاصل قصير مشاهدينا نتابع من بعده في عالم التاقة موسكو تقرر حذر تصدير النفط والمنتجات النفطية للدول التي تتبنى سقف السعر تأمين أوروبا لبدائل عن الخامر الروسي قد يكون أمر ليس بالصعب لكن تأمين منتجات نفطية مثل الديزل قد يكون التحدي الأكبر أمام الرقارة الأوروبية وفقا لمخطط العقوبات الأوروبية فإنه سيتم حذر استيراد أي من المنتجات النفطية الروسية كالبنزين والديزل وزيت التدفئة في الخامس من فبراير القادم وذلك بعد دخول حذر استيراد النفط الروسي في الخامس من ديسمبر والذي يهدف الضغط على إرادات موسكو النفطية هذا الحذر يدع أوروبا أمام تحدي جديد لتأمين بدائل عن المنتجات الروسية في وقت السهلك في أوروبا قرابة 6 مليون ونصف المليون برميل يوميا من الديزل وهو الوقود صاحب التأثير الحيوي والمشغل لوسائل النقل والمعدات والألات في جميع القطاعات صحيح أن روسيا تسهم بعشرة في المائة فقط من الطلب اليومي على الديزل في أوروبا إلا أنها مسؤولة عن إمداد 600 ألف برميل يوميا أو ما يعادل ما بين 50 إلى 60 في المائة من واردات أوروبا من الديزل وهي الكمية التي تحاول أوروبا إيجاد مصادر بديلة لها المهمة ليست بهذه السهولة لتأمين إمدادات الديزل فالحذر الأوروبي سيؤدي لتحول كبير في مسارات التجارة الدولية أوروبا ستضطر إلى تأمين احتياجاتها من مصادر بعيدة الأمر الذي يعني زيادة في التكاليف والأسعار وكالة التاقة الدولية حذرت من أن استبدال منتجات النفط الروسية سيدفع أوروبا إلى التنافس على الديزل غير الروسي في الأسواق العالمية التي تعاني أساسا من نقص في المعروض لكن ماذا عن صدرات الديزل الروسية؟ فموسكو وجدت وجهات بديلة عن أوروبا بعض التقديرات تشير إلى أن إعادة توجيه ما بين 200 إلى 300 ألف برميل يوميا من الديزل إلى أسواق بديلة عن أوروبا مثل أفريقيا، آسيا والشرق الأوسط في الوقت الراهن تكثف أوروبا من شراء الديزل الروسي بمستويات قياسية قبل حضر الاستيراد بعد أسبوع قليلة من الآن ويبقى التحدي أمام أوروبا في تأمين مصادر بديلة لواحد من أكثر الوقود استخداما في العصر الحديثة ترجمة نانسي قنقر نستكمل نقاشنا مع ضيفي من لندن مدير المركز العالمي للدراسات التنموية دكتور صادق الركابي ومن بروكسل الشركة المؤسس لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي السيرة أندري كوفاتاريو أبدأ معك أستاذ أندري قبل قليل وقع رئيس الروسي مرسوم لحضر تصدير النفط والمنتجات النفطية على الدول التي تتبنى السقف السعري كيف سيكون تأثير هذا القرار برأيك؟ الأمر يرتبط بما ينطبق عليه أن تطبق عليه هذا الحضر والقطاعات الصناعية التي ينطبق عليها من سلسة الإمدادات روسيا قد هددت من قبل بفعل ذلك وهددت منذ نوفمبر وفي ديسمبر ولكن طبعا تم تأجيل ذلك الأمر يرتبط بنوع هذه المشترين الذين طبعا ربما يشترون خدمات غربية مثل التأمين والشحن ربما سيتأثرون ولكن الأمر أيضا يرتبط بالسعر الذي ستضمنه روسيا لنفطها إذا كان أقل من ستين فهذا لن يكون له مغزى إذن علينا أن ننتظر للأسف سيكون هناك بعض الاضطرابات ربما في الأسابيع المقبلة وخاصة في الحضر على طبعا المنتجات ولكن التأثير ستحدده أو سيحدد وسنرى كيف سيكون دكتور صادق موسكو حددت الأول من يوليو 2023 موعد لبدأ تطبيق حذر تصدير النفط والمنتجات النفطية هل هذه الفترة ستعطي الدول التي تبنت السقف الرياحية لإيجاد بدائل برأيك؟ نعم بالفعل هي أصلا منذ الآن بدأت هذه الدول تبحث عن بدائل وبدأت منذ الآن تقلل أصلا استهلاكها من المنتجات البترولية مثلا فعلت أوروبا ذلك في أبريل عندما زادت كمية الشراء إلى 700 ألف برميل والآن قلصتها إلى 500 ألف برميل من الجانب الروسي أقصد وبالتالي هذه الدول بدأت منذ الآن تقيم المخاطر وتتخذ الإجراءات لتقليل المخاطر الناجمة عن منع استيراد المتشقات البترولية من روسيا وأيضا البحث عن شركاء جدد يعني الجانب الأوروبي الآن بدأ يفاتح الجانب الصيني خلال زيارة الأخيرة للمستشار الألماني فاتح الجانب الصيني بعملية شراء كميات من المشتقات الصينية على الرغم من أن الصين كانت قد قللت كمية الصادرات برقم كبير من 315 ألف برميل كانت يومياً تنتج أو تصدرها الصين قللتها إلى 85 ألف لأنها تريد أن تقلل من استخدام البترول في المصافي ولأن أصلاً السوق لا يحتاج إلى هذا الأمر وبالتالي الآن أوروبا في وضع حرج تحاول أن توجد بدائل جديدة من الشرق الأوسط وهناك مصافية تنبنعها في الشرق الأوسط قد تعود على المدى الطويل النقص الحاصل في الجانب الأوروبي سيد أندريل أي حد أوروبا قادرة على ضمان كل الإمدادات التي تحتاجها برأيك ألن يخلق هذا بعض الصراع في سوق الديزل والكل يتحدث أن هناك شح في هذا السوق أعتقد أن ديزل هو أحد القضايا الرئيسية التي عليها على أوروبا أن تواجهها العام المقبل في فبراير كما تعلمون سيكون هناك حذر على المتجات المصفات مثل ديزل وغيرها وطبعاً هذا قطاع مهم في أوروبا وأوروبا تنظر طبعاً في خيارات أخرى ولكن إذا نظرنا على مثلاً أسواق المصافي فأعتقد أن الخيارات قليلة ومحدودة الولايات المتحدة قد زادت مثلاً العام الماضي أو هذا العام 2022 إنتاجها لإمداد أوروبا ولكن أعتقد أن هناك حدوداً لأن الولايات المتحدة بحاجة أيضاً لتلبية احتياجات المستهلكين الأمريكيين والهند أيضاً لديها قدرات محدودة ولا توقع أن تكون الهند شريكاً كبيراً لأوروبا أما الشرق الأوسط فيمكن أن يزيد إنتاجه ربما بحوالي 200 ألف برميل يومياً وخاصة من الكويت أو ربما من السعودية من جيزان وربما هذه ستكون طبعاً خيارات أما الصين ربما هي الخيار الأكبر لأن لديها طبعاً قدرات في المصافي فالصين وطبعاً ربما هذا غير تقليدي كونها شريكة لأوروبا ولكن في الوقت ذاته تركيا يمكن أن تكون أحد أهم اللاعبين في القطاع لأن تركيا ليست جزءاً من مجموعة السبع أو الاتحاد الأوروبي إذن فيمكن ولديها مصاف وقدرات في المصافي إذن تركيا يمكن أن ترعب دوراً مهماً العام المقبل والأعمام المقبلة لتشتري النفطة من روسيا وتصفيه عندها ثم تصدره إلى أوروبا ربما هذا سيكون تحركاً جيوسياسياً جيداً دكتور صادق لأي حد روسيا قادرة على إيجاد أسواق لمشتقاتها البترولية بعد هذا الحضر هل برأيك ستضطر لبيع بخصومات ما الذي ستجنيه روسيا بعد هذا الحضر يعني بالتأكيد أن ينخفض كميات المصدرة إلى أوروبا بمقدار 600 ألف برميل فهذا يؤثر على إرادات المالية الروسية وحتى لو وفرت البدائل فالجانب الأفريقي قد يستورد قرابة 300 إلى 400 ألف برميل بأسعار كما تفضلتم أسعار فيها خصومات وتكلفة شحن عالية وبالتالي الكميات الروسية لن تحظى بقدر نفس القدر من المنافسة التي مطروحة من المنتجين الآخرين ولذلك الجانب الأفريقي حتى قد لا يشتري هذه الكميات كما يتوقع الجانب الروسي وبالتالي الجانب الروسي ستتأثر إراداته المالية وقد يضطر إلى البيع بخسارة بهوامش ربحية قليلة جدا وهذا يعتبر ضربة كبيرة لاقتصاده وهذا هو هدف العقوبات الأوروبية أن لا يجد الجانب الروسي أي بداء أخرى لزيادة إراداته المالية وبالتالي قد يضطر إلى تقليل الانتاج وهذا ألمح إليه وزير النفط الروسي عندما قال قد نضطر إلى خفض الانتاج من النفط الروسي ويعني بذلك قدرة المصافي الروسية على تصدير كميات من المنتجات البترولية دكتور أندري هل 2023 ستكون عن موضوع حضر المنتجات البترولية؟ هل ستتأثر سوق المنتجات البترولية؟ سنتابع تغير في الأسعار تأثر على الدول المستهلكة للديزل وغيره؟ أنا متأكد تماما نعم والوزير نوفاك أيضا ذكر بأن بعض الدول ربما ستدعو لأن تكون هناك استثناءات أو تعفى من بعض الضرائب بالنسبة للديزل والنفط بكل تأكيد سوق الديزل سيتأثر مهما حدث ولكن علينا أن نفهم أيضا حقيقة أنه بالنسبة لروسيا فالإيرادات هي دائما بين المحتوى أو الكمية والأسعار وروسيا طبعا تلعب دورا كبيرا في مجموعة أوبيك بلاس فيمكن أن تؤثر على الأسعار وهذا أيضا سينعكس ربما على أسعار باهظة للمنتجات والتي ستنعكس على أوروبا إنها حرب طاقة وحرب على النفط والغاز وأعتقد أن العام المقبل وخاصة لأوروبا نعم نكتفي بهذا القدر أشكرك من بروكسل الشركة المؤسسة لمركز أبحاث الاقتصاد البيئي سيرة أندريكو فاتاريو انتهى وقتي وأيضا أشكر ديفي من لندن مدير المركز العالمي للدراسات التنموية دكتور صادق الركابي شكرا جزيلا لكم بهذا نص المشاهدين لختم حلقة هذا الأسبوع من برنامج علم التاقة أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة